اشتركوا في القناة سيد أحمد السلوم عضو مدلس النواب ورحبك كسعادة النائف في نشرة أخبار الثالثة إذن ما هي أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال مشاركتكم في هذا الاجتماع بتوجيهات من جلالة الملكة المعظم بدعم الدبلوماسية البرلمانية وبتكريف من معاني رئيس مجلس النواب اليوم نحضر في دولة قطر اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية اللجنة الخاصة بالموازنة والتخطيط تم مناقشة ميزانية الجمعية لعام 2025 تم من خلال هذا المناقشة التأكيد على بنود الصرف وكذلك بنود الإرادات اللي راح تحقق الاستدامة للجمعية وعمالها وكذلك تم مناقشة ميثاق عمل الجمعية في بندين في المادة رقم ثمانية وثلاثة عشر في تحديد عدد الأصوات والتصويت وعليه نحن نؤكد أهمية الجمعية البرلمانية الآسيوية في أنها تكون الصوت اللي يمثل القارة الآسيوية حيث أن عدد الدول اللي تشارك في هذه الجمعية 44 دولة وبالتالي أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تشكل قوة سياسية اقتصادية مهمة لذلك الاهتمام في أن يتم عادة الميثاق ومواد الميثاق في الجمعية والاحتمال أيضا في دعم الميزانية وهو اللي راح يخليها تكمل أهدافها وأن تكون جمعية قوية مؤثرة تمثل القارة الآسيوية وشعوبها نعم من الدوحة سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب كل الشكر لك على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر